مرحباً 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 مراكة المجتمعية مع الاتحاد النسائي طبعاً الحمد لله أن التعاون مع الاتحاد النسائي صلي من سنوات فضل الله سبحانه وتعالى يعني نتوجههم من توجيهات أمنا أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة سمو الشيخة فاطمة دعت أن يكون هناك دعوة خاصة لأن الاتحاد النسائي تشعب في جميع المؤسسات اللي تقدم خدمات للمجتمع فإحنا تعاوننا الحمد لله فضل مع الشرطة مع كل المراكز اللي تقدم خدمات للمجتمع وهذا النوع من أنواع الشراكة هي اللي ترفع المجتمع وتثقف الناس فيشرفني أني أمثل الاتحاد النسائي وأشكر المركز على إتاحة هذه الفرصة لأننا نكون موجودين في ساحة من ساحات عملهم طبعاً أنماط الوالدية اليوم بنتناولها بطريقة ممكن يعني الكل يغفل عن سلوب تربيته مع عياله طبعاً هذه المحاور بعض المحاور وليس كل المحاور أنا حاولت أني أغطي مجموعة لكن هذه بعضها طبعاً قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه أحفظ أمضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته عن زوجته عن عياله أكبار صغار كيف رباه يعني يعني هذه كان الله أعطاهم أمانة للأم والأبو تراه الأم بعد مسؤولة فالأمانة هذه الأمانة العيالة اللي الله أعطاننا إياها كيف نحفظها كيف نربيهم طبعاً طبعاً الهدف من عملية التربية الصحيحة هو الحصول على مجتمع متماسك مترابط بالعقيدة الإسلامية والقيم والمبادئ وحب الوطن والولاء لقيادتنا هذه أساس تربيتنا لازم تكون ومن أجل تفادي جميع الأمور اللي يتعرض المجتمع للإنهيار ويعد الأبناء اللي هما أنتوا كأسرة مسؤولين عنها هي اللبنة اللي تكون المجتمع وانصلحت هذه اللبنة صلح المجتمع وكان مجتمع قوي ومتماسك ما في شيء ولا يهزه أهم خمس سنوات في عمر الإنسان خمس سنوات الأولى من يوم ينولد لخمس سنوات إذا ركز ركزت الأسرة على تربية الأبناء هذول ركزت على تربيته ركزت على غرس القيم ركزت على إنه يكون طفل صالح إنه ما يكون فيه هناك عقد ما طلع ضغوطاتي على هالطفل ما طلعه عاهل المجتمع فتركيزك في التربية على الطفل في الخمس سنوات الأولى هي اللي بتقوده إن شاء الله في فترة المراهقة وفي فترة لما يكون هو يخدم مجتمعه لكن إذا ما ركز الوالدين على تربية أبناءهم في الخمس سنوات الأولى وتركوهم وانشغلوا في تطوير نفسهم وانشغلوا في أشياء ثانية وخلافات الزوجية والطحن اللي بين بعض وكانوا الأطفال هذول ضحايا للمشاكل الأسرية هذه أكيد مية في المية مجرد إن الطفل يقدر يتواصل مع أي حد خارج الأسرة بيتلزك في بدل أسرته يقول بيه يوم ما بنكون إحنا الوحيدين اللي نوجه سلوك أبناءنا وانتوا ترايفين طبعا وصل اليوم هذا مو أنت تربي حين خاصة مجرد إن أنت عطيت الطفل تيلفون خلاص أنت ما عدت أنت تربيه يربيه اللي داخل التيلفون ومنه داخل التيلفون أنت ما تعرفه كل عالم افتراضي اغرس في طفلك منذ الصغر المعتقدات الإسلامية السريمة والأخلاق الحميدة وحب الوطن والولاء لقيادته سينجوه وإن ماله الكبر أنا دوم أقول لزميلاتي خمس سنوات حتى ليس سبع سنوات وايد مهم جداً أن تركز على تربية أبنائك عندكم هذه أمانة مش لعبة ما تقدر أنت يكون اختياري لك مش اختياري طبعاً أحين بعرض لكم أنا أنواع العلاقات اللي بين الأبناء والآباء لكن في الآخر إحنا بنتكلم بالتفصيل عن كل نمط العلاقة الآمنة هي أكوى أنواع العلاقات بحيث يشعر الطفل بأنه والدينه يدعمونه وجاهزين لدعمه في حالة أنه يحصل له مشكلة العلاقة التجنوبية هو العلاقة غير آمنة ما يحس الطفل بأمان مع والدينه بنبين بعدين كيف يكون يعني خليه بروحه يهتم في نفسه وبعدين عقب شوية ميكبر يصير عنده عالم الافتراضي أو أصدقاء في المدرسة أو حد حبه يكون هم اللي يعطون الأمان العلاقة المتناقضة وهي صورة أخرى من العلاقات غير آمنة يعلم الطفل أنه هنا يتم تلبية حاجاته أحيانا وأحيانا طبعا حاجات أنا ما أقول مادياً هنا حاجات التربية حاجات غرس القيم حاجات غرس القيم حاجات حاجات الأمن حاجات الأمان حاجات الصحة النفسية العلاقة غير المنظمة وهذه بعد من أسوأ العلاقات اللي الولد ما يتنبأ متى والدينه يكونون أمان له اللي هم الناس المتذبذب في التربية طبعاً أحيان بنتكلم عن أنماط الوالدين عندنا النمط هذا اللي هم تشوفوا بندخل بنتكلم على النمط وأثره على شخصية الطفل في نفس السلايدات أنا بأيبهم وعقوا بعدين بنتحاور فيه بطريقة أوسع أهم شيء عندي اللي عنده أي ملاحظات أي شيء يكتبها لا يبدأ يكتبها في التشات لأنه ممكن تكون الإجابات موجودة في السلايدات في الشرائح اليائية فأهم شيء أنا بيتركزون لأن الكلام هذا وايد مهم وبتغير حتى نظرتك أنت في تربية عيالك النمط التسلطي هو فرض الآباء لآراءهم على الأطفال ومنعه من الاهتمام يعني ما يقدر الطفل ما ينخذ راية ما لأي دور هنا فرض سوتي أو لا تسوتي بعدين تحقيق رغباتها أو شبه حاجات وشاركتها الفعلية وأخذ راية مثلا يبي يلبس يبي يطلع يبي يسوي حتى في دراسته حتى في توقيت نومه في أشياء كثيرة ما في أخذ راية تسلطي 100% وطبعا هنا ما يميز هذا النمط القسوة والشدة ما في هناك ليونة ما في هناك حوار ما في هناك نوع من أنواع المشاركة أنت تبي طفل مش آله تمشي أنت تبي طفل تبي طفل أنه يكون هو مستقبل هو يمشي نفسه مو دايما محتاجك طبعا شخصية الطفل في هاي يشكل شخصية خائفة من السلطة خجولة غير واثق من نفسه ويؤدي إلى الجموح والشعور بالعزلة الاجتماعية تلقاه الولد ما يقدر يخالط الناس دايما خايف وإذا في أصوات عالية إذا في مثلا في جمهور في ناس يكون يخاف ما يقدر يوقف جدا من الناس يتكلم شخصية جدا مسحوبة دايما معتمد أن الناس تسوي له وهذه اللي ما ينجحون في الشغل وايد ولا في الدراسة ممكن من الخوف يكون ناجح من الخوف ممكن يكون من الأوائل لكن ما يكون ناجح في حياته الشخصية الاجتماعية ما يكون عنده أبدا الذكاء الاجتماعي عنده صفر بيكون النمط الاستقلالي يعرف بمدى تشجيع الآباء للطفل في معالجة شؤونها الخاصة وفي تحقيق ذاته بدون الاعتماد على الآخرين هاي الطفل هني تتركه هو يسوي أشياء لكن فيه نوع من أنواع التوجيه يتمثل بالتسامح وتقبل الأفكار وطموحات الطفل ما يصغرون من طريقة تفكيره ويأخذون براية وينمون راية ويساعدونه ويوقفون جنبه ويعطونه فرصة أنه يحل المشكلة اللي عنده بمساندة وأراء أهله هني هاي الطفل يتكون من شخصية اجتماعية وعنده قدرات ومكانات قوية وعنده مهارات اجتماعية عالية ويشعر بالاطمئنان والثقة عالية بذاته نمط الحماية الزائدة هاي المشكلة في بعض الأباء والأمهات هذي تصير عند الأباء الأمهات اللي عندهم ياه الواحد أو ولد وسط بنات أو بنت وسط أولاد دايما هذي الحالات تتيفي أو أن الولد ديوايد سنوات قاعدة وينتظرون الطفل هذي اللي هي أكثر الحالات هذي تستوي في هال في هالأسر ويشمل قيام أحد الوالدين أو كلام نياب عن الطفل بالمسؤوليات كل شي يسونا عمره سبع سنوات ولحن يأكلونا يلابسونا لا لا تطلع بتطيح دوم ماسكينا شفتوا هذي اللي قاعدة تلف ولده بورق الحماية فشذي بالضبط يسونا كل شيء كل شيء يأدون العمل عنه وما يخلون حتى يتفاعل مع مجتمعه ما يخلونه يتفاعل مع زملائه إن حد غلط عليه يروحون يدافعون عنه إن حد يتكلم معاه يدافعون عنه يخلوه الولد ما عنده أي شخصية ينتج شخصية خائفة خاضعة معتمدة على الغير يسهل استمالتها للفساد غير مستقرة على الحال غير ناضجة غير طموحة ترفض المسؤولية هذا النوع من الصنف من الأطفال سهل إنه أي حد يسحبه ويخرب عليك ممكن يسحب المخدرات يسحب اسم الله عليهم ويسحبه للتدخين وممكن يخربه على بلاده ممكن أي شيء هاي الشخصيات اللي ما عاشت تجارب حياتية ما تعور ما فشل كل شيء كل شيء واجباتهم موجود يساعدونه كل شيء يساعدونه ما يخلونه أبداً يتحمل مسؤولية هذا النمط بعت أسوأ من النمط اللي أهله متصلطين عليه نمط الإهمال ويتمثل فيه ترك الطفل دون تشجيع على السلوك سوي المرغوب بيه وعدم محاسبة على السلوك الشاد أي إنه يفعل ما يريد دون توجيه ويؤثر الهمال تأثيراً سلبية على نفسية الطفل هاي الطفل اللي أمه وأبوه ما لهم خص فيه ريقات درس ما درس شاف أفلام أكبر من عمره الحياة بتعلمه في بعض أولياء الأمور أو الأباء والأمهات شي يقولك يقولك خل الطفل الحياة تعلمه الحياة ما تعلمه من البداية لا الحياة تعلمه يوم كبر ونضج يتعلم لكن في البداية أنت تعلمه أنت الثقفة أنت توجهه أنت تخليه عبر عن شعوره أنت تخليه يشتغل أنت تحمله المسؤولية طبعاً يؤدي إلى شخصية مترددة قلقة ويزيد من سلوك العدواني وفقدان الإحساس بالمكانة ولا يتحمل المسؤولية شوف هذا الطفل هذا واللي قبله لقيت هذول زوجين فاشلين في المستقبل هذا النمطين إذا ما تعدل سلوكم هذول يكونون زوجين أو الزوجات حتى لو بنت تكون زوجة فاشلة والريال يكون زوج فاشل فطبعاً هذه الأنمات نحن بعد جدامنا نحن موات ترى نمط التدليل وهو يشج تشجيع الطفل على أن يحقق جميع رغباته بالشكل الذي يحلو له مع عدم توجيه لتحمل أي مسؤوليات تناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها والخوف هنا أن يكون السلوك الذي يتم تشجيع عليه هو سلوك غير مرغوب فيه اجتماعياً وحياناً يتعدى الأمر لأن يكون يقوم الوالدين بالدفع عن أبنائهم هذه الشخصية التدليم حتى لو تلفظ بألفاظ غير تربوية ما يعاقبونه حتى هذا المهمل هذا لو يتلفظ بأي لفظ سيء ما يصلحون لي هذه نفس الشيء من كذر ما يحبونه ومدلعينه صاح يبي أي شيء عطوه أي شيء ياخذ عطوه وإذا هذا الطفل تلقى هاي الأطفال اللي يتحون في الجمعيات ويصيحون ويبون أو مكان الألعاب دوم صراخ وصراح مطالح الأطفال لأن أصلاً في البيت يحقق لجميع هدافه وجميع ما يبرغب فيه فيوم ييه في الجمعية أو ييه مكان الألعاب خلاص تعرف أن يوم يصيح أهل يعطونا أهل يعطونا أهل يعطونا اللي يبي فتعود أن ياخذ كل شيء يبي منهم وينما هذا النمط الشخصية قليقة قلنا مترددة ومتخبطة وشخصية غير قادرة على تحمل مسؤولية شخصية متسيبة ليس لها معايير وتفقد ضوابط السلوك شخصية معتمدة على الآخرين دون مشاركة أنتوا تخيلوا الطفل طول عمره أي شيء يبغي أعطوه عمره سنتين سنة ونص تليفون صار لأربع سنوات أحدث تليفون عنده ترى المشكلة أن الأهل يفكرون أن بهالطريقة يعبرون عن حبهم هذا مو حب هذا دمار صج دمار الدلالة الزائد وتلبية الطفل لاحتياجاته وأنك أنت ما توجهه هذا أبداً مش شيء راقي أنك أنت تفتخر أنك قاعدة تسوي لعيالك لا أنت بالعكس أنت قاعدة ضيعة ما قاعدة تبنيه النمط المتذبذب هذه طبعاً يطلع الساعة يعاقب على سلوك عقب شوي على نفس السلوك هنا مزاجة رايق ما يعاقب عليه قال الطفل هنا كلمة مو مناسبة عاقب عليه نفس الكلمة قالها عقب فترة ما عاقب عليه هاي التذبذب يعني يخلي الطفل مشتت وبعدين يصير بعد التذبذب أن سلوك الأب يعاقب عليه الأم ما تعاقب عليه والعكس يستوي الأم تعاقب على شيء نفس السلوك هذا الأب ما يعاقب فالاتفاق بين الأم والأب في تربية الإبن ما يعطيه نوع التذبذب يعطيه طفل السوي لو ما كنتوا انتم متفقين لو كان بينكم خلافات الدنيا على الطفل اتفقوا في التربية حطوا خطوط عريضة ونقاط عريضة عشان الطفل يطلع سوي ما يطلع متذبذب يترتب عليه تكوين شخصية متذبذبة الازدواجية هي السماء الغالبة على شخصيته متقلب يتعامل سعب حنان وسعب قسوة فالطفل هذا تخيلوا هذا يوم يصير مدير يصير موظف كيف يتعامل مع الناس هذا أظنى وايدين إحيانتوا قاعدين تسمعوني كثير من المدراء اللي معذبين موظفين متذبذبة هذه اللي فيهم ما عنده نمط إداري يمشي عليه بسبت إنه يوم كان طفل ما كان عنده سلوك سوي وموجه من قبل والدينا فيينمو ويكبر ويستوي وما حتصلح السلوك الخاطئ اللي فيه فإحنا يوم نربي عياننا بهالطريقة نغذي المجتمع بناس غير سويين فعشان مجتمعنا يكون قوي عشان يكون هناك إنتاجية لابد إن الأطفال هذول إحنا نربيهم تربية صحيحة وسوية نمط التفرقة هني اللي هي يا إنك تفرق بينه وبين أخوانه مثلا الأصغر مع الأكبر الولد مع البن فيه سين هنا تفرقة بينهم الذكي واحد شاطر في المدرسة واحد قدرات الإمكانيات مش وايد فالتفرقة هذه بعد تولد شخصيات أنانية حاقدة تعودت أن تأخذ دون أن تعطي شخصية تحب الاستحوان تعرف الحقوق ولا تعرف الواجبات هنا يوم الطفل حبوه زيادة عن أخوه هو طبعا يحس إنه أحسن واحد أفضل واحد فيصير عنده إن أنا أخذ كل الحقوق ما بلازم أخوي ياخذ حتى يولد حقد وكره بين الأخوان لين يكبرون ومجرد إن الأب يوم يكبرون عيالي ليش عيالي يكرهون بعض ليش عيالي ما يحبون بعض ليش عيالي قلبهم ما بعلى بعض لأنه من البداية من الصغر أنت فرقت بينهم فرقت في المشتريات فرقت في الحب فرقت في الحنان فرقت في المكافآت والتشجيع فرقت في الكلمات والعبارات الحظن أشياء وايد أنت فرقته لأنه واحد أجمل من الثاني واحد أشطر من الثاني واحد دلوع يعني حسب سبحان الله كل أم أو أب تشوف نظرة الطفل على الثاني مهما كان لابد لو كان فيهني داخلك أنت تحس إنه واحد أحسن من الثاني لكن مفروض هذا السلوك ما يظهر للطفل طبعاً طبعاً أسباب نفور الأباء الأبناء من الأباء وكره الأهل ليش يكرهون أهلهم طبعاً هني عندنا التاميز قلنا هاي التاميز توا تكلمنا عنه عن التفرقة تكلمنا هاي جانب منه ما بكرره أيوة هني السخرية والاستهزاء إذا كان الأب أو الأم يستهزئون من شعر الطفل من لونه إمتين ضعيف تشوفوا شون متين تشوفوا شون ضعيف تشوفوا شون ياكل أكل فيه أشياء بسيطة ممكن تشوفوا شون يقرأ شكله الاستهزاء هذا يولد حقد وكره من الأبناء على أهلهم فساد الأخلاق بعض الأباء والأمهات ما يدرون إن الطفل هو يمثل أخلاق أمه وأبوه بايب لكم مثال مرة من المرات في مدرسة في التنوية كان دخلت طالبة على معلمة وتلفظت بألفاظ إنه لين أنا اليوم أنا ما قدر أقول اللفظة هذه اللي قالتها الطالبة حق المعلمة المعلمة قالت لأطلعي من الصف فتلفظت جدام الصف كله تلفظت بهاللفظ طبعاً إجراءات التربوية كيف إنه إحنا نيب الأم والأبو أول شيء نيب الأم وبعدين سبحان الله نذكرت الأم هي الأبو وياها فأنا ما قدرت أقول الكلمة يبت البنت قلت لها قولي الكلمة حق أمه تشوفوش لأني أنا ما قدر أقولها صد ما قدر أقول ليه يومكم هذا أنا ما قدر أقول الكلمة ما وسقها ويد فالبنت قالت حق أمها أنا قلت للمسجي شو اللي ردة الفعل الأم لو أنا أنا ما أدرش كلمة سوفي بنتي بس ما بتقول بنتي لأنا ما تسمعها في البيت فتشان تقول لها حين أنت في البيت هاي الكلام يقولونه بس في المدرسة ليش تقولينه أنا طبعا هني عرفت إن أصلاً البيت يتلفظون بهالألفاظ وعادي عندهم ممكن الأم تقول حق الأبو والأبو يقول حق الأم عندهم الكلمات هذي متداولة فهني أنت كتربوي شو بتربي الأم تربي الأبو ولا تربي الطفل هذي فساد للأخلاق فساد أخلاق الأطفال إن إحنا نتكلم كلمات وصخة أو كلمات غير تربوية جدام أبنائنا وبعدين بعض الأباء بعد هو يتلفظها عقب لو الولد تلفظها يضربها ليش أنت تقول ما أنت تقول جدامه كونوا قدوة حسنة لعيالكم لا تصروا قدوات سيئة لو أنت متلفظ متعود على جدام عيالك لا تتلفظ كونوا تربويين شوية في ألفاظكم مع أبنائكم لأن أبنائكم يحتكون مع زملائهم يحتكون مع الأسر فاللي يسمعه في البيت بينقله برع طبعاً البخل وايد سلوك سيء سواء كان بخل مادي أو بخل عاطفي أنا مو بس أقول البخل إنه بخل المادة المادة يخلي الطفل عنده حاجة إنه ممكن أي حد يقول تعال معي ادخل في مقالف لاني أنا بعطيك هالمبلغ ويطلع الطفل معاه ممكن أي ولد يقول تعال والله بأسوي لك هالشي الغلط وبعطيك فلوس يعني سواء كان بنت أو ولد أنا للأسر قاعدة أتكلم بس الطفل عندي يمثل البنت والولد فإذا كنت أنت بخلت عليه بالضبط مثل ما أنت تشبيت عليه فلوس وايد الوسط كون وسط احتياجاته لا تبخل عليه محتاج لا تبخل لكن في نفس الوقت مثل الطفل المدلل اللي كل شي نعطي بعد هذا الفساد لكن احتياجاته يبيروح المدرسة على قد مأكله مشربه إنه يكون مظهرة جدا مربعه المقلمة ماته دفاترة كل شي يكون متوفر لبسه مرتب لكن هي عن أباء اللبس ما لسنتين يكسير على الطفل قلامة مكسرة ما عنده وعايش بخل تام على البيت وعلى الابن فشو بيطلع الابن؟ الابن مجرد أن يحصل أي حد يصرف عليه بينحرف طبعا القسوة قلنا على الباي سوري كان هاي عن البخل المادي نتكلم عن البخل العاطفي البخل العاطفي بعد أن الأم والأبو ما يعبرون عن حبهم لعيالهم ما يعبر ما يحضن ما يعطي عطف وحنان لعياله ما يشجحهم ما في كلمات حلوة كل صريخ كل يعني يوم الولد يحتاج ناجح يا يبدرجة يحتاج حضن يحتاج كلمات تفجيعية للأهل حتى في هال المجال يبخلون على الأطفال هذا بعد ممكن ينحرف عاطفيا الولد أو البنت فيهني انحراف عاطفي بيستوي له أنه يروح يدور العطف والحب والحنان من برع البيت ويا ما كثر العالم الافتراضي عندهم في هالأشياء طبعا القسوة تكلمنا عنه شوية بس بعد من ردة نقول أنه بعض الأباء يفكرون أنه الضرب والقسوة تربية توني كنت أقول الدكتور أنس أن في التربية لما أنا أقسي على ولدي في سلوك خاطئ ما كن أنا مضغوط وقاعد القسوة هاي ناتجة نتيجة لأني أنا مضغوط في الشغل أو أنا مضغوط من أمة وطلع القسوة هاي على ابني لا هناك تقسيم العقابات أو العقاب اللي بطرحها على الطفل لازم يكون مدروس وأنا عندي مخطط في هالسلوك بس وها الطريقة أو في هالسلوك بس وها الطريقة ما يكون عشوائي التربية والعقاب ما يكون عشوائي كلما قسيت على الطفل كلما الولد خاصة ببداية لما شوي يكبر ويصير سن المراق يكره أمه وأبوه يكرهه يدور الحب ويدور الأمان برع من البيت عدم تقديم الدعم الكافي يحتاج الطفل ساعات دعم مثلا حصوله إذا مثلا سوى شيء حلو يحتاج أن أمه وأبوه يكونون معاه يبي ينجز مشروع يبي ينجز شيء يحس أن أمه وأبوه معاه سوى أمه أو أبوه أو أخته الأكبر يحس فيه دعم معنوي ومادي موجودين في الأسرة متى ما احتاجهم موجودين ما يحتاجوا يروح يدور برع فبالتالي كلما كان المرحل وجود الدعم هذا في احتياجات الطفل يوم يحتاج أمه وأبوه يكونون موجودين جنبه هذا كلما ربطت العلاقة وتوتطت العلاقة أكثر انعدامه يولد الكره والحقد للوالدين انعدام التقدير يوم الطفل ما يحصل تقدير من أمه وأبوه ما يحصل تشجيع من أمه وأبوه شو بيسويه وين بيروح وين بيروح أكيد بيروح يدور هالتشجيع والأشياء من برعا كلمة احسن تبارك الله فيك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن احدية صغيرة وردة شي طلعة روح ود كوفي معاك أي شي فيه هناك تقدير للطفل هذا كلما قدرته كلما صار ربط في الأسرة أكثر ربط في أمه وأبوه أكثر المشكلة عندنا ما نسوي تقدير لكن دوم نحبط مجرد أن الطفل يغلق أو يسوي شيء تمين انعاقب لكن يوم ينجح أو يسوي شيء تقديره ضعيف يكون يعني إحنا شاطرين في العقاب لكن مو شاطرين في التقدير فإحنا عبي نبدل شوية نكثر من التقدير ونقلل من العقاب إلا للعقاب للسلوكيات ودائما لا تعاقب من أول سلوك عدت فرصة لإصلاحه ووجهه كلمه حاوره مرة مرتين ثلاث لما تبدأ العقاب يكون أنت عطيتك كل الفرص وهو قع يكرر الخطأ طبعا لتربية سوية شجع كل شيء يسوي طفلك شجع عليه ويتشجعه جزء من أن يكون الطفل فخور بنفسه يوم أنت شجعه هو يفتخر وينمي ذاته بفخر يعتز أنه فلان يعتز أنه قاعد يسمح الكلام فأنت قاعد تبني داخله شخصية بثقة في نفسه احذف التوقعات السلبية دائما يقول أنت إنسان فاشل أنت مستحيل تسوي أنت ما تقدر تسوي هاي احذفها من قاموسك احذف المعايير المرتفعة كل إنسان الله خلقه بقدر قدر معين يقدر يسوي بقدر مهارات بقدر إنجازات بقدر تحصيل بقدر جمال بقدر قوة جسدية الله خلق لكل إنسان قوة أو قدرة فأنت لا تحطي عليه معايير مرتفعة أعلى من قدرات أعلى من مستوى فأنت بتحطيه تحت ضغط اللي ما قادر يحقق لك الشيء هذا المقارنة لا تقارن طفلك وقلنا لا مقارنة لفضية ولا مقارنة بالرمز وبالهذا تقعد تنغز وتسوي لا حاول إن الطفل ياخذ حقوقه كشخص كذات المعايير المزدوجة يعني مثلا ترفض سلوكه حين وانت تيبع مثلا كأبو تسويه مثلا مثلا الأباء اللي يدخنون يدخن جدام ولده ويقول له لا يكون تدخن انت تدخنن زين الأب اللي يكذب والله رد على التليفون قوله أبوي نايم انت تكذب باشران ولدك يكذب ليش تعاقبها الأم خاصة الأمهات اللي وايد يستغلون الأطفال في أن يكذبون على الأب والله قوله لأبوكم أمكم مريضة وأقوله لأبوكم الناشين الطفل انت قاعد تنميه على الكذب على الكذب قاعد تنميه على دمار قاعد تنميه حتى في السرقة بعلمكم شيء الأهالي ما يفكرون أنه أشياء بسيطة ممكن تمثل سرقة بالنسبة للطفل بعلمكم كيف الحين يوم انت تشجع الطفل على أنه يسوي البرزنتيشن ماله أو البرجيكت ماله المشاريع الأشياء المطلوبة من المدرسة نزين؟ أنت تتصل في أستاذ جدامه نزين؟ أستاذ والله ولدي عنده شيء 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 وسوله نزين؟ أنت قاعد تعلمه اسرك جهود الآخرين وعطه كهي جهدك أنت غلط غلط خليه يتعب ويسوي ويب معلمه إذا أنت ما تعب يب معلم يصلح له يوجهه مو يسوي عنه لا تروح المكتبات تشتري له بحوثة تشتري له أشياء من يوم هو صغير هالكبر ومشاريع كله جاهزة تأخذ لي أنت قاعد تتعلم على الغش تتعلم على السرقة فهي من الأخطاء الكبير الأهالي يطيحون فيها ويقولون كيف عيالنا طلعوا سراقين كيف عيالنا طلعوا كذابين من هنا من هالمنطلق طلعا طبعاً لابد أن هناك يكون اتصال وتواصل بين أولياء بين الأب والأم وعيالهم مثلاً إحنا ما نقول لا تجبر طفلك بالتعبير عن مشاعره ونفسه في وقت ما يكونهم مستعد يعني يوم تبيه تقول له تعال بابا شو فيك شو ما فيك وفيه ساعات الطفل ما يبي يتكلم فإن موم وقت أنك تبي تتواصل معاه يعني تبي تتواصل معاه وتبي الطفل يتكلم عن مشاعره وعن أحاسيسه كلمة في وقت هو عنده استعداد وبعدين يكون أنت مستعد إن تسمعه وتصغيله الاستماع وانت ما ماسكت أي بابا نعم سمعتك أي هذه الطفل بيتكلم كلمتين وبينسحب بيروح في عالمه الافتراضي بيتكلم مع عالمه الافتراضي فعط يوم تبي يتكلم طفلك وتبي تتواصل معاه كن مستمعاً جيداً ومصغياً أيوة اليوم أنا بيبلكم شيء يمكن يعني كثير من الناس ما من تبهين له شيء اسمه متلازمة المربع المفقود أو الناقص عبارة عبارة هاي عبارة عن شو؟ هذه لو أنت راقد على على ظهرك وراسك لفوق في السكف مقسم لمية مربع كل المربعات جميلة ومتساوية وجميلة في هناك مربع واحد مفقود انت شو بيرفت نظرك؟ بيرفت نظرك المربع المفقود بتترك التسعة وتسعين المربع اللي أنت تشوفهم الجميلين وطالع المربع المفقود هادي شلخص في التربية؟ هادي من أخطائنا كآباء وكأمهات في تربية عياننا لاحظوا إن الطفل عنده تسعة وتسعين شيء حلو أنا كأب ما تشوفي إلا السلوك الناقص ولد شاطر واجتماعي ومحترام وكل شيء بس دراسيا تحصيليا وضعيف قدرات ربك خرقه جاي أخوه شيطان ويكسر ويسوي بس شاطر انت ما تشوف المربع التسعة وتسعين المربع الجميل هذا في ولدك قاعدة تشوف المربع الفضل والله ولد فلان ما شاء الله عليه كل سنة تسعة وتسعين وخمس وتسعين وأنا تعالى ولدي كله خمس وسبعين بس ولدك في الميال اسم بيض ويهك ولدك يوم يتكلم يحترم الكبير ويحترمك ويقدرك ومسؤول في البيت يؤدي مهام في البيت هالولد ما عندنا دراسته كل السلوكيات الإيجابية في ولدك ما فيه فدايما الناس تنظر للشي المفقود بيبلكم مثال على الزوج والزوجة الزوج عنده زوجة ما شاء الله طبخ مربي عياله مثقفه متعلمه إنسانه شايله هله شايلته كالشي بس متوسطة الجمال ها هو شوي يعني مو بالمعايير الجمالية اللي هو كان يطمح ويشوف زوجة تفلان ويشوف المولات ويشوف في وسائل التواصل الاجتماعي ويشوف الأشياء دوم نظرته لزوجتها مو حلوة لكن ما نظر للتسعة وتسعين المربع اللي فيها الإيجابي شو العلاج؟ نحن تتقولين عن المربع ونحن كلنا نركز على هالمربع شو العلاج؟ العلاج سهل المربع هذا لا تفكر فيه انت لو يوم طالعت السكف ما طالعت المربع الفاضي ركزت على التسعة وتسعين المربع الجميل وتركت هاي في ساعات نقدر احنا نصلح المربع هذا انزل المرة حطي مكياج سوي شجعها وهذا تغير الولد يبلى مدرسين يبلى حد يشجع ما استوى هاذ الموجود ما تغير اهمله مع اهمالك للمربع المفقود هذا بتعيش سعيد دايما عيننا في اللي عند الناس ومو عندنا وفلان اشترى سيارة ملا اشترى سيارة بس مسكين مريض انت عندك صحة وعافية فلان بنا بيت هاي اول بيت اسكن انت ما شاء الله عندك عمارة فدايما الانسان اذا ما ينظر ويحمد ربه على الاشياء الموجودة ولا ينظر للاشياء المفقودة يعيش سعيد فاتمنى انه تكون وصلت رسالة المربع او المتهلازمة اللي اسماها المربع المفقود بعد من الاشياء الحلوة اللي انا كنت حابة ايبلكم اياها كابا اليوم انا ايبتلكم مجموعة تفلاشات ما بي اركز على نظريات وايد اتكلم معاكم كعملي اكثر عندكم البنك هذا البنك صح؟ كلنا نعرف ان هذا البنك شو تحطون في البنك؟ يلا قولوا لي تحطون فلوسكم صح؟ معاش توفير كل شي في هالبنك موجود هل تقدر تسحب الفلوس تحطي البطاقة يوم حطيت البطاقة في البنك او في الجهاز تبي تسحب فلوس هل ممكن يطلع فلوس اذا ما كان فيه من اصله رصيد ما بيطلع عليك فلوس فالبنك لازم تحطي يكون عندك رصيد عشان يوم تبي تستخدم البطاقة او تشيك وتبي تاخذ فلوس يكون عندك رصيد هذا احنا كلنا متفقين عليه صح؟ انه على بنك العلاقات فيه عندنا في بنك العلاقات عندنا مدخلات وعندنا مخرجات طبعا احنا انا اتكلم عن الابناء هاذ البنك يمشي مع الزوج والزوجة يمشي مع الموظف يمشي مع المدراء يمشي في العلاقات الحياتية كاملة هالبنك يمشي بس انا احنا بنيته على الابناء انية اذا شجعنا الطفل اذا راعينا ظروف الطفل اذا اعطينا مسئوليات تحمل مسئوليات الطفل اذا اهتميننا فيه اذا احترمناه اذا قدرنا ذات الطفل اذا حبيناه وعطفنا عليه اذا علمناه لما اخطأنا نعتذر له واشياء 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 شو ممكن وقت اللي انا احتاجه من الطفل اذا انا حقيت هذا كل الرصيد في الطفل وبنيت الطفل هذا يما انا احتاجه شو احتاج له شو بيعطيني سوري شو بين المخرجات اللي بيطلع منه بيطلع لي البر بحيط ما انا عطيتها كله بيبرني ولدي لاني انا حملت المسئوليات فبيشيل مسئوليتي وانا كبير عطيت اهتمام بيهتم فيني احترمته قدرت ذاته عطيت الحب شجعته فبيبر فيني بيطيعني بيعطيني حنية بيكون حنون عليه يتحمل مسئوليات اخوانه مسئوليات الحياة مسئوليات وظيفته مسئوليات دراسته عنده تقدير ذاتي عالي يكون طفل سوي ويتعلم الاعتدار يوم يخطأ شفتوا البنوك كيف تيين انت حط رصيد عشان تاخذ من الرصيد هذا لكن اذا كان المربع هذا فاضي مستحيل تاخذ مخرجات من طفل انت اصلا ما حطيت شي في رصيده من زين احين بنية على هرم الحب لدخول قلب الابناء هذا الهرم مش بس للابناء هذا الهرم تبني الحب في جميع القلوب كل القلوب كل الاشخاص اذا تبني حب فيهم هالهرم بنشتغل علي لاحظوا الهرم هذا اول شيء عشان نبني الهرم هذا لاحظوا نحتاج جهد ووقت لازم جهد ووقت خنا نشوف الوقت عندنا شوية الاحين عشان نبني الهرم هذا ما هرم عشوائي نحتاج الهرم هذا يحتاج للجهد ووقت ما حد يقولي والله انا ما قاعد اوصل لعيالي حبهم ما قاعد يحبوني ما بدل جهد ووقت مستعيل لازم جهد ووقت اول شيء صداقة عشان انا اخلي ولدي حبني لازم اكسب صداقته كيف اكسب صداقته اكون قريب منه اشارك افكاره احترمه اسمعله ما انتقد دايما اذا بغيت اوجهله بعدين عندنا طريقة السندويج كيف اوجهله بعلمكم كيف توجهون الانتقادات ما اجرحها ما اقارن بينه وبين حاد واهم شيء في الصداقة اني اسمعله اني اسمعله تعطيه وقت انك تسمع الاصدقاء ليش هم يتكلمون مع بعض انت لاحظ طفلك او انت مع صديقك شو تسوي؟ ليش تطلعون البحر؟ ليش تطلعون البر؟ ليش تقعدون في العزب؟ ليش تقعدون في المزارع؟ ليش؟ عشان تتكلمون مع بعض ويصير صداقة بينكم في اناس شيء؟ عندش وقت خضير احتش بعد باقي عشر دقائق ربع ساعة عندش لا هو اخر شيء هذول ان شاء الله عندنا الحوار نولد الحوار الحوار كيف بعد الصداقة تم ولد الحوار يقدر يكلمني واقدر اكلمه يسمع لي واسمع لي اياه اذا وصلت من الصداقة للحوار يبقى هنا بنوصل الصراحة يبدأ هنا يوم يستوي الحوار يبدأ الطفل يقدر يصارح والدينا في الاخشاء اللي عنده وحلو انه يكون الولد مني صديق امه او البنت ومني صديقة ابوها يعني يكون لها نكسب اصدقاء كاصدقاء الام تكسب الياهل والاب بعد يكسب عندنا الثقة لاحظوا ان الثقة ما نبنت قبل الصداقة او قبل الحوار او قبل الصراحة يتبعدهم بعد ما الطفل مر في هالثلاث مراحل بدأ يثق في والدينه يقدر يقول لهم اسرارة جربهم شافهم تكلم معاهم وثق فيهم اهنيهم وثق فيهم قدر يقول لهم اسرارة يوصل للتفاهم والتناغم وهذا قمة الحب اللي يبي عياله يحبونه ويبرونه في كبرهم يسوي هاي المثلاثة يقول ابتي رسالة الابا يا ابتي انك عققتني صغيرا عققتك كبيرا وضيعتني وليدا فاضعتك شيخا اهتموا بالطفل قبل ان يكبر بالله مون تعقيته هو صغير ولا عطيته فلوس وطلقت امه وبهدلته وعقب مدة ياي تب بيبرك ما بيبرك لانه تعذب هو صغير صفات الوالدين الاذكية طبعا هذا الذكاء عاطفي الحوار الارتباط كله احنا مرينا عليه الصورة التي يتمناها الوالدين شو الصورة اللي انت تحب عيالك يكون ابي ولدي يسمعني ينصط لي بشكل ممتاز ابني ينام في الوقت المناسب ويستيقظ في الوقت المناسب ابني يتميز مع اقراني بعلاقات ودية ابني يتعامل مع الاخرين بتعامل راقي يرجع من المدرسة يؤدي واجباته يرتب غرفته واغراضه دائما يتحمل المسؤولين كلنا حلمنا ان عيالنا يكونون بها الصورة لكن اذا احنا ما مشينا بالخطوات السابقة ما بنحقق هذا لكن لو مشينا بالخطوات السابقة بصورة هذه بنحققها وبسهولة طبعا عشان تعرف هل انت قاعدة تربي ولدك صح ولا لا هل سلوكه متلائم عشان تعرف بعد هل ولد فيه سلوكيات خاطئة ولا لا هل سلوكه متلائم مع امرأ هل قاعدة تصرف تصرفات اكبر من امرأ بوايد وسلوكيات غير سوية هذه مؤشرات هل تلوم نفسك للسلوكات هل تعرف ان هالسلوكيات انت اصلا كنت تسوي او ابوه يسوي او امه تسوي جدامه فهني بدأت تلوم نفسك هل السلوكيات السيئة من نمط تصرفاتنا ام ردة فعل للتغيير مهم حصل يعني انتبهوا اذا انتوا في البيت ناس سويين ازاي اطفالكم قاعد يتصرفون تصرفات غلط اعرف انه من العالم الافتراضي ما لا هل تلاحظ سلوكيات مماثلة في احد الوالدين يعني في بعض الاطفال ماخذينها ورافة السلوك هذا فلازم بعد تسأل امك تسأل هي تسأل امها هل انا كنت اتصرف شيء فبالتالي انت بتلم لسلوك طفلك ويكون عندك مؤشرات قبل الله يوصل لمرحلة انك ما تقدر تسيطر عليه العالم الافتراضي اللي عندنا وعيالنا على الاجهزة هذه اذا وتكلمنا في المحاضرة الرقابة الوالدين انا ما قاعد اكرر على فكرة الكلام اللي قلناه في المحاضرة السابقة ما بيصير ملل لكن لو رجعنا للمحاضرة السابقة وتكلمنا عن العالم الافتراضي اللي عند عيالنا الاسئلة هذه بتجاوب اذا كان الطفل بادي يغلط وباغد ينحرف ولا لا لا تضعوا اللوم كله على الابناء فالوالدين شركان من لانت كلمته وجبت محبته كونوا لينين مع عيالكم افتحوا باب الصداقة بينكم وبين ابناءكم في هالسؤال هنا من يقود من هل انت تقود طفلك ولا الطفلك يقودك كونوا اباء مسؤولين خلوكم نماذج رائعة لابناءكم يحبونكم ويحب ان يسوي اللي انت تحبه اي سلوك تبي ولدك يسوي لا تطلب منه مارسه مارس الشي الصح ولدك بيسوي الصح مارس الشي قاعد انت ماسك التاليفون تقول لولدك قم صل من الاخطاء قم انت توضى قل لولدك حبيبي توضيت لا تقول لقم صل توضيت انت متوضي خلاص بتصلي تعال نصلي جماعة ما تبقى تصلي جماعة تصلي جدا ما يفرش السيادة جدا ما صل كون انت القاعد ولكن بطريقة غير مباشرة لا تخلون عيالكم يقودونكم عمره سنتين تليفونات بعض يعني شي كان وايد مهمة ان شاء الله اظنني فيه ما ادري فيه فيه من نظرية بقولكم بيها بعد حلو عقب هاي طبعا طريقة انك كيف تسوي تقدم الكلمات لولدك او الانتقادات مثل بالضبط مثل السندويج اول شي تمدحها وتتكلم الايجابيات عقب تيب الملاحظات بس ما تقول لكن انت ما شاء الله ولدي شاطر وممتاز لكن لا تقول كلمة لكن لا انت والله حبيبي وايد شاطر وممتاز واشوف فيه دراستك صلاتك ما اشوفك وايد تصليها ياريت تكمل هالجمال بصلاتك صدق اني انا شفتك ذاك اليوم ماسك المصحف كملت حين حطيت انا انتقاد الصلاة بعدين اكمل شفتك ذاك اليوم ما شاء الله ماسك المصحف يوم الجمعة تقرأ القرآن وايد استانست منك سكرته بمدحم طبعا هاي تكون منصط لطفلك ما باتكلم في وايد انا عندي نقطة قبل سوري قبلها في شيء باقول له ان احنا في تربية ان الابناء انا يومنا بي نسلمهم التليفون لازم احنا ناخر عمر الطفل في ان نسلم التليفون متى ما سلمنا التليفون او سلمنا الايباد او عطينا الكمبيوتر طلع من سيطرة تربيتنا دخلوا ناس افتراضين يا ربون الطفل معانا فاذا كنت تبي فعلا اتربي طفلك وتبي تأثر عليه في الخمس سنوات الاولى اجل الاجهزة في ايده لان تقدر اتربيه في الخمس سنوات الاولى باقي شيء خلاص عندش وقت دكتورة بس ملاحظة للمستمعين ان شاء الله بيكون فيه وقت للاسئلة اللي رافعين ايدهم او كادمين اسئلة ان شاء الله بنيلها تقريبا انا اي اخر شيء خلاص انا اعطيهم العشر دقايق هاي كلمة اخيرة اني تكوني ام مبدعة انا ليش اقول الام دايما الام هي عمود البيت العمود اللي اللي تأثر على العيال اللي تحتضن العيال اللي تسوي صح الابودورة كبير لكن الام اذا كانت هي المبدعة هي غرصة العقيدة غرصة حب الوطن لعيالها فيه نقطة وايد مهمة يوم انت بتربي عيالك انت ما تربيهم لنفسك بس انت تربيهم لوطن تربي لعماد بلادك تربيهم قوة بيرفعون هالوطن ان شاء الله باذن الله واحنا ننتظر ننتظر من الاباء انهم يهتمون في تربية عيالهم انت تقول انا اماراتي تقول انا انا حب بلادي اي في اي وطن في اي ارض كنت تقول انا احب ارضي وحب بلادي وحب وطني تراها مش كلمات مش عبارات رنانة وماسك العلم وتقول وانت مضيع سبع ثمان عيال ما قعد تربيهم تربية صح ربي لعيال هذول بطريقة صح وطلحهم للمجتمع بطريقة صح هذا حب البلاد هذا حب الوطن هذا اللي انت بتقدمه للوطن بطريقة صحيحة وهذا اللي نحنا ننتظره منكم ومنك كأم وكأب كمسؤولين يوم القيامة بتتسائلون عن تربيتكم لعيالكم وشكرا لك اخوي اناس ودكتور اناس وشكرا للجميع طوت عليكم شوية لكن بالعكس والله ما حسينا بالوقت يعني ما شاء الله الموضوع شيء وكل نقطة فيه وكل مطور فيه يعني مهم ما قدر اقول هذا اهم ولا هذا كلها مهم يعني وياليت كل الاباء يحضروا يعني مثل هذه النادوات ويتعرفوا اكثر لنا الصديق يعني انا انا ابو في اشياء ما كنت يعني انتبح لها او اشياء ما كنا يعني نعطيها البال او الاهمية غير لما تيت تسمع من غيرك وخبير ما شاء الله خبيرة مثل اشتكتورة فاذا تشاء الله خير يعني على الموضوع الشيق والمهم والنقاط كلها مثل ما يعني مثل ما يقولون حطيتي ايدش على الجرح في امور كثيرة فانسأل الله انه يكون يعني استفادوا جمهورنا من المحاضرة وبنفتح ان شاء الله الحين بعد مجال الاسئلة قبل هذا داخلان ان شاء الله وانحنا قاعدين وانتراياهم اقولك احنا قاعدين عني ترياهم ان شاء الله بدن الله وهم بالنسبة لي يعني يوم اعطي هالمحاضرات اخوي اعطي خلاصة اكاديمي وعلمي ومعرفي مع التربية عشت في التربية 33 سنة وشفت بناتنا وفي جميع مراحل التربية انا اشتغلت من ضمنها 23 سنة في التنوية يعني عندي بنات الله يحفظهم من سنة من سنة 2000 انا مخرجتهم فالله يحفظهم ويحفظ يا رب العالمين وهذا نحن ننتظره اشكرش مرة ثانية واجدد الشكر للاتحاد النسائي العام ومعانا ايضا من الاتحاد النسائي العام اليوم الاستاذة مريم المنذري اشكرهم على هذا التنسيق لهذه الندوات اللي مفيدة ولله الحمد وعندها كذا سؤال الاستاذة مريم المنذري السؤال الاول تقولك دكتورة ما ردك على الوالدين عندما يمنعون الولد من البكاء خاصة في السن فوق الخمس سنوات واطلاق مصطلح انت كبير ما ردك على كتم هذه المشاعر شوف الطفل يوم يصيح فيه صياح مال الدلع والمئذية انا حتى استغرب ساعات القى الطفل قاعد يصيح في محل في مكان الاب والام ما مهتمين ويخلون يصيح الطفل يوم يصيح لاحتياج ما تقول اسكت لا تقول انت كبير لا تصيح لا خلي يصيح اسألة حبيبي شلي صيحك مجرد انت تحاور معه على فكرة اذا الطفل الاسخار اللي ما يفهمون انت بس سوي شي وطالع اللي فوق مجرد ان الطفل طالع اللي فوق بيسكت ترى بس السلوكيات هاي الاهل ما يعرفونها ممكن ينفضها لا اسكت انت ريال انت لا تصيح لا تسوي غلاط احنا ما نسكت الطفل احنا نسألة شو فيه انطالع الطفل يعني لازم يصيح الاحتياج الاطفال اللي يصيحون في المحلات يصيحون على اغراضي يا ابونا انت يبتا لازم يعني يكون عندك توازن ان انت عارف ان اولدك يحتاج شي يابي شي يبقى معاك من البيت يبقى عطى فيده خلي يلعب فيه مو بلازم ايباد وتلفون بعض الاطفال ليش يصيحون التلفون فضة بطاريته او الايباد فضت بطاريته وتم الطفل مو عنده شي يستانس فيه فكبت بكاء الطفل ونقول لي لا انت كبير غلط بالعكس المشاعر البكاء مثلا ساعات الطفل يكون حزين يخزن مثلا 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 زين يكون تقلم يبكي للألم خليه يبكي شوية بيحط له بوسه ويسكته بيسكد الكبير لما يك يعني ليش يصير كبت للمشاعر اخوي انس انه من اول ما يخلونا الطفل يعبر عن مشاعره يعبر عن بكاءه يعبر عن ضحكته يعبر عن فرحه يعبر عن صراخه يعبر عن كل شي ما يخلونا فيكبتونا عقوا بيوم يكبر يطلع فيه عقد عشان شي احنا لازم الطفل نعطيه مساحة لكن مع وجود حوار مع وجود معرفة الاسبال في سؤال ايضا اخر تقول ان ما تأثير المقارنة بين الاطفال وتأثيرها على مسيرة حياتهم ما ظن التوطر قيلة هذا خلال المدولة اتكلمنا في المقارنة اتكلمنا يؤدي حتى لكره الطفل لاخوه او لمن يقارن به ويسبب عقد نفسية ان الطفل ما يكون عنده ثقة في نفسه ودائما ينظر لنفسه انه ناقص نعم سؤال الثالث ايضا من احد المشاركين ما رسالتك للوالدين والاسرع بشكل عام حول الرفاهية الزائدة وتأثيرها على حياتهم المستقبلية هذه والله نقطة وايد هاي بالهم حاضرة اخوي انا سيبروحها بكبرها فعلا يعني العطاء المادي الزائد اللي قاعد يعطون الاطفال قاعدين يفكرون ان الحب وتعبيري عن حبي لولدي بألعاب غالية اشتري لها بأجواتي بماركات بأشياء لا الطفل تلقاه صار والاطفال ما عندهم قيمة تعطي له شي غالي ما لا قيمة صار من كذر ما كل شي عندهم فهذه من الاخطاء اللي قاعد يمشون فيه عقب يوم يكبر ما يعرف قيمة الشي ما يعرف قيمة الشي فعشان شي تلقاه يصرف الفلوس بطريقة غير سوية عشان نتغلب على هالبشكلة اخوي انس ان الطفل يوم بدأ يفهم تعطيه راتب يجمع من راتب اشياء اللي يريد يشتريها اعطيه فلوس مبلغ معين انت تبي تشتري مثلا جهاز نقول جمع من فلوسك من عيديتك يتعلم اول يدخر يتعلم الاستثمار يتعلم يحافظ على فلوسه يتعلم النظام يتعلم ارشاد الانفاق من خلال الفلوس لكن اذا الطفل بغى ايبود عطيناه بغى تيلفون عطيناه بغى العاب يشتريه عطيناه حطاه كرت في البرنامج شخط رايح ياه للالعاب غلط غلط انتوا قاعد تربون طفل شو قاعد تربونه شو بيخدم مجتمعه شو بيكون في مجتمعه هذا لو سألنا سؤال هذي يؤدي لشو يؤدي لأي تربية صحيح انا ضد 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 صد ضد ان الطفل ياخذ كل شي اللي يبيه وبدون حساب هذا غلط لازم كل شي نعطيه لقيمة يكون عنده يستانس عليه يستمتع فيه مثل ما تقول يعني تضيف احدى المشاركات تقول ارنان رفاه دمر الحياة وادى الى العزال الابناء يجب ان المنزل يكون فيه نظام لتحكم بالكهربة واجهزة التلفاز والهادف والانترنت تقول الدليل لما ينقطع الانترنت يخرجون الابناء بشكل مفاجئ والله انا اقول يعني لازم في البيت اتكلمنا فيه بعد احنا اظن في المحاضرة القبلية صحيح ان احنا لو قنننا استخدام الاجهزة في البيت حطيناه فيه نظام حطيناه فيه قانون بنلقى عيالنا معانا ويوم انا حطي القانون مو بس حطي على العيال حطي علي وعلى عيالي عشان فيه قناعات على الاكل ساعات تجمعنا نلعب العاب جماعية غير اجهزة نطلع البحر يوم نطلع البحر مانشي الاجهزة ويانا الاجهزة في البيت اذا اجهزة واذا تيلفونات في السيارة وننزل نلعب العاب في البحر ففيه هناك اشياء الاهل ما قادرين يستوعبون ان هالاشياء مع الوقت بيدمر الطفل وبيدمر تربيته انا خبرني واحد من الاصحابي يعني يقول لما يتيمعوا في بيت والدته في الويكند يوم الجمعة تستقبلهم وبسلة في عيدها تقول كل واحد يحطي موبايله وجهازه في السلة هذا الصح تقول انت ياين تقعدوا معاي ولا جاب له تليفونات تعم انا الوالد يعني شوف كم عمري اخوي اناس والله العظيمة يعني اذا قاعد عنده يعني انا طبعا تعرف على مستشارة وهذا اكيد ييني مسيجات لازم ارد عليها صحيح مجرد اني مسكت التليفون يطالعيني بنظرة استحي منه حطي التليفون اقلوبه والله العظيم صرت ساعات حتى التليفون اقعد قبل ادخل عند الباب اقعد ارد على مسيجات على كل شيء واخلي التليفون في شنطتي واقعد معاه ما عندي تليفون وساعات الشباب عيالي يتصان فين يوم اوينك كنت عنده ابوي نزليش ما تردين اقدر امسك تليفونك قدام ابوي مقدر فهو الصح ان احنا نعلم الطفل ان يوم ابوك قاعد امك قاعدة احتراف هرم الحب اللي ذكرتي بعد اليوم صراحة في طلب عليه في وحدة تقول دكتورة يعطيك العافية في البداية قلتي بتتكلمين عن طريقة الهرم بس شكلها ما قدرت التابع يعني فانبشركم في تسجيل الحلقة والحلقة راح تنزل في قناتنا على اليوتيوب at nrcuae حطينا في الكومنت عنوان ويظهر ايضا جنبي على الشاشة عنوان سابنا في اليوتيوب ان شاء الله خلال يومين تنزل الحلقة التسجيل وممكن ترجعون للتسجيل في اي مداخلات او اسئلة صوتية لانا ما اشوف حد كان في حد رافع ايده بس الحين لما يا وقت الاسئلة ما اشوف حد رافع ايده يعني عندهم تساؤلات بس مع السلايدات اتيه الاجابات وخلاص يكون غطيني يكون الجزء هذا ما فيه ما اعتقد فيه فيه اسئلة ما اعتقد ما ادني اذا الاستاذة مريم المنذري ويانا بعد اذا حب لو مداخلش مداخل بكلمة او حاجة طبعا للتواصل مع الدكتورة امينة المعلومات موجودة قدامكم على الشاشة اللي عند اي استفسارات اه عن موضوع اليوم او عن اي مواضيع اخرى هي مدربة ومستشارة اسرية احنا ساعدنا باللقاء معها على الدكتورة ما لا بيكون يعني هذا اخر عهدنا فيه في الندوات نتمنى يعني المشاركات قادمة ان شاء الله في المستقبل هل ما اعتقد بغيته من خلال اتحاد النسائي ولا حتى على اي صفة بغيته احنا موجودين في خدمة الوطن في خدمة البلاد في اي مكان واي جهة يطلبون ان احنا موجودين اظن الاستاذة مريم المنذري موجودة هلا نفتح المايك يمكن ادها مداخلة او شي نحب ننسي عليش استاذة مريم اشتغل المايك استاذة مريم ايوه ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة يعطيكم العافية الشكر لك دكتور اناس والشكر اولا للمركز الوطني للتأهيل على حسن التعاون مع الاتحاد النساء العام في تعزيز التوعية ونشر التوعية للوالدين والاسرة والمجتمع والشكر موصول للدكتورة امين الماجد على هالمحاضرة القيمة وهالمعلومات اللي اثرت فيها اليوم هذه الندوة استاذي الفاضل تعاون الاتحاد النسائلة معاكم بهذه الشراكة المجتمعية هدفها وايد كبير والتوجيهات اللي تفضلت فيها دكتورة امين الماجد هي لصالح الاسرة واستقرار الاسرة ودائما نحن توجه يعني الرسالة من سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك ان الاسرة هي اساس المجتمع وهي الركيزة الاساسية للمجتمع والاسرة بين يدينها عناصر فعالة وجيل وجيل المستقبل هذا الوطن الغالي فلذلك نحن كمؤسسات كنا نتشارك مع بعضنا بعض تكامل الادوار بين بعضنا كنا نكمل هدفنا ورسالتنا ورؤيتنا هي كلها في صالح هذا الجيل واللي نحن نتأمل من الله تعالى ان يكون عملية الرقابة الايجابية والعملية تعزيز الوعي لدى الوالدين في ظل الاشياء اللي نحن اليوم بين يديننا اللي صارت مثلا تطيرت الدكتورة امينة انها دخلت علينا في التربية يعني ما صار الواحد يربيه كابو ام او اسرة وخاصة ان اليوم حين انتقلنا من اسر يعني ما صارت الاسرة الممتدة انها دور كبير مثل ما كانت اول صارنا اسر نووية فلذلك الاجهزة والتقنيات صار لها تأثير كبير على اطفال مثل ما تفضلت الدكتورة فنشكركم دكتور اناس ونشكر المركز الوطن والتأهيل وشكر موصول للدكتورة امينة الماجد وللحضور ونتمنى حين زيارة هذه الندوات ونتوسع في محاور اكبر ان شاء الله وشكر موصول الجميع شكرا مستاذة مريم المنذري من الاتحاد النسائي العام ونجدد الشكر للاتحاد النسائي العام على التعاونهم المستمر والتنسيق لهذه الأعمال والندوات والانشطة التوعوية ونتمنى ان شاء الله ونأمل ان الانشطة هذه بعد بتستمر ان شاء الله والتعاون بيستمر واحنا احنا اللي يسعدنا واحنا اللي تشرفنا بوجود الدكتورة امينة ويانا وبمشاركة الاتحاد النسائي ودعمكم يعني الله لا يحرمنا من دعمكم والعمل معكم دائما وكلنا جهات تعمل مع بعض في خدمة هذا الوطن الغالي في سؤال اخير بناخرى قبل لا نختم بدأ بنا باقي كم دقيقة في واحد عندي يقول انتي ذكرتي انه يجب ان نختار الوقت المناسب للتحدث مع الطفل كيف اعرف يقول السؤال كيف اعرف الموقت المناسب للتحدث مع الطفل يبين يعني انت لا تقومه مرقاد وتعال تكلمني لا تقومه من فوق اللعب وتعال تكلمني عرفت يعني حين بعض الاباء تعال تعال هد اللعب اللي عندك وتعال تعال ما بي ما مودة مو مودك ابدا ولا مقونا مرقاد والولد مزاجه معكر ما يبا ياي من المدرسة مرهق في ساعات مؤشرات انت تب يتكلمه تب يتحاوره بين ترك اللعبة وبين انه تكلمه ترك مساحة بعدين ابدأ اعطي شي هو يحبه ابدأ في اشياء اللي هو يحبها يبا يتكلم في شي هو يحبه مثلا بعض الشباب يحبون تكلمه عن سيار بعض الشباب يحبون يتكلمون عن التكنولوجيا عن العابهم كلمة عن العابة شو كنت لعب شو نلعبها انا والله ما عرف لعبها ابدأ فيه بالشي اللي هو يحبه عقب اسحبه في الكلام يستوي بينكم حوار تعال بابا اترك اللعبة تعال بنطلع انا باشرب لي كوفي شي برا معاي اشيلك معاي في السيارة لا تقعد لا تسوي ولا تنصحه ولا تخلى خل هو يتكلم اقعد معاه اسأل عن اللعبة اسأل عن شو نوع القهوة شو القهوة اللي تحبه ودايما الطفل الشباب والاطفال يحبون انه يكونون مصدر معلومة الوالدين ما يعرفونه يحب يكون انه انت تخليه هو يكتشف الشي وانت تنسوا نفسك ما تعرف يقول والله من متى وكيف اكتشفته وكيف عرفته اولا يستانس انه يتكلم عن شي انت ما تعرفه ثاني شي هاي شجعه على انه دايما يبحث في الامور اللي انت تحب تسأل عنه يجاوبك هاي الحوار شذي يكون لكن انت بتقوم الطفل من رقاته بتقوله او قاعد على سريره على راسه تبيتحاور او ما بتحاور طفل زعلان انك تركته لللعبة تركت عنه اللعبة تعال بكلمك ما يستوي فالاختيار للمتى انت شفت مود الطفل مناسب كلمة في سؤال احب اختب فيه احد كاتب يعني سؤال يقول انه احيانا لما اي قبل لا يعاتب الطفل مني يعطيه النظرة ولده يقول له لا اطلع دي بالنظرة هذي اطلع دي بهالنظرة انا بصيح صح اه يشوف هاد ابوهاتنا امهاتنا كانوا اول ما يوجهونا يعني احنا احنا لو عنا ضيوف كانوا احنا غلطنا غلطاتنا احنا دخلنا طح قلاس طح شي فالنظرة من الام كنا نفهم ان الطعي برع اولت يعني اللغة البصرية كانت بيننا وبين والدين بالنظر فهذا انا احيي ان اواصل لهالمرحلة ان ولده يفهم من نظرة ممكن بعد ممكن يكون نظرة قوية يخوف الولد يمكن ان الولده اطلعتني هالشكل فاحنا ما نبقى نخرحهم نبقى النظرة هاده يفهم اللغة اللي انا بياخاطبه بس ما بيأكلمه يعني ساعات الطفل طالع شي في عيونه يفهم ان انتك زعلان منه بدون ما اقوله زعلان وبدون ما اصارخ وبدون ما اضربه وبدون ما اي شي بس اطلعته عقب شلعت بصري عنه ما كلمته لابد ان احنا نعلم اطفالنا اللغة غير لغة الحوار يعني غير لغة الكلام في لغة الجسد في لغة العيون في لغة اني انا احبك احبك من نظرة من عيوني لازم يعرف اني انا احبه اني انا مستانس منه كذي كلمة شي بدون ما اقوله تشفت قاعد يذاكر ويدرس بس هذا تدري كم بالنسبة هاي على فكرة هاي الحركة في دورة مع المدير الدقيقة الواحدة نستخدمها قدمها كدورة يوم المدير يساو حق موظفين او بس يحب ايدي على تشتفة دقيقة اقل من دقيقة من يدخليني اطلع اقل من دقيقة كيف يشجع موظفين بالحركات فهي نفس الشي نستخدمها حق عيالنا والله هذا موضوع مهم نتمنى اللي بيتلقي الموضوع هذا اللي هو اساليب التواصل الاسري سواء اللي هو العبارات اللقظية بالاشارة لغة الجسد الامور هاي ايضا يعني يحتاج لها بعد ندوة وبنتشارك تكون معانا في المستقبل يعني بننسق وياش ان شاء الله ان شاء الله دكتورة امينة في لغة الجسد والتواصل الاسري ببس يعني ان شاء الله بدنا الله نجدد الشكر لش دكتورة استمتعنا كثيرا بندوة الليلة نجدد الشكر ايضا لمتابعين الاعزاء وعلى امل نقاء بكم ان شاء الله في ندوات قادمة تابعوا حسابنا على استجرام وعلى تويتر لمعرفة المزيء الاخبار ومعرفة متى راح يكون عندنا الندوة القادمة ان شاء الله وعلى امل لقاء بكم بخير ان شاء الله وتصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظك ان شاء الله وشكرا استعليم مع السلام شكرا شكرا الله شكرا الله